ذكرت وسائل الأعلام الروسية أن متمردين مدعومين من روسيا شرقي أوكرانيا اتهموا قوات حكومة كياف الخميس باستخدام قذائف مورتر لمهاجمة مناطق تحت سيطرتهم وهو ما ينتهك اتفاقيات تهدف إلى انهاء الصراع وتحشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وتطالب حلف شمال الأطلسي بعدم قبول كياف عضوا به أعلن مصدر عسكري سوري أن إسرائيل استهدفت بعدة صواريخ مناطق جنوب العاصمة دمشق وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله حوالي الساعة الحادية عشرة والخمسة والثلاثين دقيقة من مساء الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي ضربا بعدة صواريخ أرض أرض من منطقة الجولان السوري المحتل مستهدفان بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق